السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قروشي جنة النهار ده هنعمل مع بعض شال جديد مميز وبسيط وفي نفس الوقت شيء جدا الشال ده بربزة جديدة اسمه ربز التاج الملكة وبيديه نفس الشكل في النهاية هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله هيعجبك الخروط اللي انا هستخدمها انا هستخدم اليز كوتن جولد طبعا انت ممكن تستخدمي اي خيط انت حباف الشال وهستخدم ابرا رقم تلاتة يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا ريت دعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا هتشترك في القناة واتفعالي الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها مؤدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انا اشتغلت عشر سلاسل هكملهم اتنين واربعين سلسلة ونبجع تاني انا كده كملتهم اتنين واربعين سلسلة هاخد لفعال ابرا وعد واحد اتنين تلاتة وفرابع سلسلة بادخل وبعمل عمود باسحب الخيط بعد كده باخد لفعال ابرا بخرج من حلقتين باخد لفعال ابرا بخرج من حلقتين كده عملت عمود لفعال ابرا بروح السلسلة اللي جنبها لطول اسحب الخيط لفعال ابرا بخرج من حلقتين لفعال ابرا بخرج من حلقتين لفعال ابرا بروح السلسلة اللي جنبها على طول اسحب الخيط باخد لفعال ابرا بخرج من حلقتين باخد لفعال ابرا بخرج من كمان حلقتين كده هشتغل في كل سلسلة عمود بلفها لنهاية الدور بالأول هخلص العمدان بتاعتي ونبقى عشان نشوف الدور الثاني هنعمله ازاي انا كده وصلت لنهاية الدور الأول بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الف الشول وده هتبقوا أول عمود بثلاث لفة معي في الدور الثاني لفة اتنين تلاتة يبقى ثلاث لفات على الابر في نفس العمود يعني دك انه لامود الاول في نفس العمود هياخد عمود تاني بلفتين لفة على الابر بخرج من حلقتين لفة على الابر بخرج من تاني حلقتين لفة على الابر بخرج من تالت حلقتين لفة على الابر من اربع حلقتين لفة اتنين تلاتة في نفس المكان باخد العمود التالت بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين في حلقتين لفة اتنين تلاتة وفي نفس المكان باخد العمود ابرربع بتلات لفات بخرج من حلقتين في اتنين في اتنين في اتنين كده عندي اربع عمدان لفة اتنين تلاتة في نفس المكان باخد العمود ابرربع واحد اتنين تلاتة اربعة كده انا اشتغلت خمس عمدان لفة اتنين تلاتة في نفس المكان باخد العمود السادس بثلاث لفات بخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين لفة اتنين تلاتة في نفس المكان باخد العمود السابع بخرج من حلقتين فحلقتين 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 يبقى عملنا ايه اول حاجة ابتفعنا خمس سلاسل وده كأنه اول عمود معنا بتلات لفات في نفس الجبزة اخدنا ستة عمود مع الابتفاع بقى كأنهم سبع عمود بتلات لفات لفة اتنين تلاتة الجبزة اللي بعد كده على طول باخد فيها اول عمود في التسعة اللي انا هاخده ده الاول بتلات لفات لفة اتنين تلاتة هفوت جبزة من تحت الجبزة اللي بعدها هعمل عمود بتلات لفات لفة على الابتفاع بخرج من حلقتين فحلقتين 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 ما باسبش سلسلة من فوق يبقى بفوض رفزة بس من تحت ما باخدش سلسلة ما بين العمود والعمود بقى بالشكل ده يبقى احنا اشتغلنا العمود الاول من نجاب السبع بقى اللي مع بعض العمود الاول وبعد كده بدأنا نسيب جبزة ونشتغل العمود التاني تلات لفات على الابتفاع وباسيب جبزة اللي بعدها باشتغل عمود بتلات لفات ده كده التالت احنا قلنا هنشتغل تسعة عمود بتلات لفات تلات لفات على الابتفاع باسيب جبزة اللي بعدها باخد عمود بتلات لفات وكده العمود بابع تلات لفات على الابرة بسيب جبزة اللي بعدها بشتغل عمود بتلات لفات وده العمود الخامس تلات لفات على الابرة بسيب جبزة اللي بعدها بشتغل عمود بتلات لفات تلات لفات على الابرة بسيب جبزة اللي بعدها باشتغل عمود بتلات لفات. وده كده السابع. تلات لفات على الابعة. وبسيب جبزة اللي بعدها باشتغل عمود بتلات لفات. وده التامن. واحد اتنين تلات لفات على الابعة. بسيب جبزة اللي بعدها باشتغل عمود بتلات لفات. وكده يبقى احنا اشتغلنا تسع عمدان. ما بين هم سلسلة. اهو. بعد كده بدون سلاسل خالص هياخد تلات لفات على الابعة. وفي الجبزة اللي عليها الدور مش هفوت بقى الجبزة لأ الجبزة اللي عليها الدور هياخد اول عمود بتلات لفات واحد. تلات لفات على الابعة وفي نفس المكان باخد العمود التاني. تلات لفات على الابعة وفي نفس المكان باخد العمود التالت. وطبعا عمود بتلات لفات. مدام بنقول كم لفة على الابعة هم دولة عدد اللفات بتاعات العمود. تلات لفات على الابعة وفي نفس المكان باخد العمود براجعة. وتلاتة لفات على الابعة وفي نفس المكان باخد العمود الخامس. يبقى انا خدت في جبزة واحدة شايفين اخب عمود في التسعة فقدها ما سبش ما ستش ولا جبزة واشتجلت في الجبزة اللي بعد التاسع على طول خمسة عمود بتلات لفات. بعد كده لفة على الابعة التانية التالتة الجبزة اللي عليها الدوب على طول هياخد فيها عمود بتلاتة لفات بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة تلاتة لفات على الابعة في نفس المكان هاخد عمود بتلات لفات وكأنني بعمل جبزة اها عمود بتلات لفات تلاتة سلسلة عمود بتلات لفات تلات لفات على الابعة الجبزة اللي عليها الدوب على طول هياخد فيها خمسة عمود زي قبل بالزبط. خلي بالك بقى ديت هي الوسط بتاع بتاعة الشال. اها. اللي قبلها ده كله هنقربه هنا الناحية دي. قبلها كان ايه? في الجبزة اللي قبل كان فيه خمسة عمود بتلات لفات. يبقى انا هشتجل خمسة عمود بتلات لفات. بالشكل هده شايف ها? يبقى قبل احنا اشتجلنا في جبزة واحدة خمسة عمود بتلات لفات. بعد اشتجلنا في جبزة واحدة خمسة خمسة عمود بتلات لفات. طيب. كان هنا قبل قبل الخمسة عمود ايه? تسعة عمود. تسعة عمود ما بينهم سلسلة. بس اول عمود اللي هو اخب عمود بالنسبة اللي هو التاسع شايفه? قبل الخمسة عمود ما فيش جبزة بنسبة. طيب يبقى هنا بعد الخمسة عمود تلات لفات على الابعة كده. الجبزة اللي بعد الخمسة عمود على طول هشتجل اول عمود بالنسبة لي في التسعة. بخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. ده اول عمود في التسعة. بعد كده تلات لفات على الابعة وبسيب جبزة اللي بعدها بشتجل عمود. تلات لفات على الابعة بسيب جبزة اللي بعدها بشتجل عمود. تلات لفات على الابعة بسيب جبزة اللي بعدها بشتجل عمود. تلات لفات على الابعة بسيب جبزة اللي بعدها بشتجل عمود. تلات لفات على الابعة بسيب جبزة من تحت اللي بعدها بشتجل عمود. وعمود بتلات لفات. تلات لفات على الابعة بسيب جبزة من اللي بعدها بشتجل عمود. تلات لفات على الابعة بسيب جبزة اللي بعدها بشتجل عمود. تلات لفات على الابعة بسيب جبزة من اللي تحت اللي بعدها بشتجل عمود. وابدأ اعد لندان بتاعتي. الخمسة عمود اها اللي كانت في جبزة واحدة بعدها بتهدي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. كده مزبطين. في اخر عمود اللي هو سلسلة الابتفاع. هناخد تلات لفات على الابعة بسيب جبزة بالشكل ده هشتجل سبعة عمود بها تلات لفات. زي ما بدأنا الدور بالزبط. وهكملهم في نفس الجبزة سبعة عمود بتلات لفات زي ما ابتدينا الدور بتاني. انا كده خلصت الدور التاني اشتجلت في اخر جبزة سبعة عمود بتلات لفات. بعد كده بابتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة بالف الشول. واده هعتبر اول نص عمود معي في الدور التالت. في نفس الجبزة هاخد تاني نص عمود. يبقى الابتفاع اعتبابته اول نص عمود. في نفس الجبزة اخدت تاني نص عمود. لفها الابعة في نفس الجبزة اخدت تالت نص عمود. يبقى في اول جبزة انا اشتجلت تلاتة جبزة نص عمود. بعد كده من اول العمود التاني. هاخد لفها الابعة. هدخل من تحته بالشكل ده بالابعة. واسحب الخيط. واخرج بنص عمود. يبقى ده نص عمود امامي. لفها الابعة العمود التاني. وااخد نص عمود. لفها الابعة العمود التالت. بالشكل ده. وبياخد نص عمود امامي. يبقى انا بادخل بالابرة من تحت كل العمود بالشكل ده شايفة بعدي بالابرة الناحية التانية ازاي اسحب الخيط اخرج بيبقى عندي تلات لفات على الابرة لفع الابرة باخرج منهم كلهم وكده انا اخدت نص عمود امامي لفع الابرة العمود اللي بعد كده اسحب الخيط وبيخد نص عمود امامي يبقى الدور ده كله حيمشي بالشكل ده باخد على كل العمود نص عمود امامي هشتجل بالشكل ده لحد الفراغ هشتجل لحد الفراغ ونبجع تاني كده اشتجلت من كل عمود نص عمود امامي وصلت لاخر عمود قبل الفراغ هياخد منه بالشكل ده اسحب الخيط وااخد نص عمود امامي دلوقتي الفراغ لفع الابرة من داخل الفراغ هياخد نص عمود وكمان نص عمود يبقى اتنين نص عمود واحد اتنين سلسلة ومن نفس الفراغ باخد اتنين نص عمود وده الوسط بتاع الدور يبقى الوسط اخدنا في ايه اتنين نص عمود اتنين سلسلة اتنين نص عمود بعد كده بقى نرجع لشغلنا العادي من خلف كل عمود بالشكل ده ناخد نص عمود امامي بدخل بالابرة بالشكل ده من تحت العمود اسحب الخيط لفع الابرة باخد منهم كلهم هشتغل بالشكل ده لحد اخر ربزة نرجع عشان نشوف هنشتغلها زي ايه انا كده وصلت الاخر ربزة في الدور الثالث لفع الابرة هياخد سلسلة الارتفاع اللي احنا بنعتبرها اول عمود في الدور او في اخر الدور دقيقة بتبقى كأنها عمود فانا باخد فيها اول الجرعة بربزة نص عمود تاني بربزة تالت نص عمود زي ما بدأنا بتلاتة نص عمود انتهينا في الدور بتلاتة نص عمود بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل الف الدور وده بديت الدور الربع لفة اتنين تلاتة وفي نفس المكان شايفين في نفس المكان هياخد عمود بتلات لفات مع سلسلة الابتفاع يبدأ تاني عمود تلات لفات على الابرة وفي نفس المكان باخد العمود عقم تلاتة بعد كده تلات لفات على الابرة الابرة الابزة اللي بعضها على طول باخد عمود بتلات لفات تلات لفات على الابر الوبزة اللي بعدها على طول بأخذ عمود بتلات لفات تلات لفات على الابر الجبزة اللي بعدها على طول بياخد امود بتلات لفات. كده انا اشتغلت ايه? فاول جبزة خالص بتاع السلسلة الابتفاع اها اخدت فيها خمس سلاسل ودولت كأنهم اول عمود بتلات لفات بعد كده في نفس المكان اخدت اتنين عمود بتلات لفات اصبح في الجبزة الاولى تلات عمدان بتلات لفات. بعد كده التلات جبزة لجنب بعض اخدت في كل جبزة عمود بتلات لفات. اصبح عندي في البداية كده ستة عمدان. بعد كده تلات لفات على الابر الجبزة اللي عليها الدوب على طول هاخد فيها خمسة عمود بتلات لفات. العمود الاول. تلات لفات على الابر. العمود التاني. تلات لفات على الابر. العمود التالت. تلات لفات على الابر. العمود اربع. تلت لفات على الابره والعمود الخامس في نفس المكان. بالشكل ده. بعد كده تلت لفات على الابره الجبزة اللي عليها تضرب على طول. هشتجل عمود بتلات لفات. وده بداية التسع عمود اللي هنشتجله. تلات لفات على الابره بفوض جبزة اللي بعدها بشتجل العمود التاني. تلات لفات على الابره وبفوض جبزة اللي بعدها بشتجل العمود رقم تلاتة. احنا عايزين تسع عمود. بتجد تلات لفات على الابره وبتفوضي الابره وتشتجلي عمود. هتكمليهم تسع. انا كده خلصت التسع عمود اللي ما بينهم سلسلة. بدأنا هنا ها. بعد الخمسة عمود اللي جاء اللي مع بعض. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسع عمدان ما بين كل عمود وعمود سلسلة جبزة. بنفوض جبزة من تحت. تلات لفات على الابره. الجبزة اللي عليها تضرب على طول هشتغل. اول عمود في الخمسة عمود بتلات لفات العمود الاول. في نفس المكان هشتغل العمود التاني. تلات لفات على الابره في نفس المكان العمود التالت. تلات لفات على الابره في نفس المكان العمود الخامس. بعد كده. تلات لفات على الابر. عندي تلات جبز جنب بعض. كل جبز هياخد فيها عمود بتلات لفات. العمود الاول. تلات لفات العمود التاني. تلات لفات على الابره في العمود التالت. وكده نبقى وصلنا للفراج بتاع الوسط. تلات لفات على الابره من داخل الفراج بتاع الوسط هياخد العمود الاول. تلات لفات على الابره. وبياخد العمود التاني. بعد كده واحد اتنين سلسلة. تلات لفات على الابره. من نفس الفراج باخد العمود الاول. والعمود التاني. يبقى الفراج اشتجلت فيه اتنين عمود بتلات لفات. اتنين سلسلة. اتنين عمود بتلات لفات. ده الوسط بتاع الدور. طيب. بعد كده. دايما الوسط ده اللي بعين يعيد بعديه كل اللي اشتجلناه قبليه. يعني ايه? قبل الوسط ده على طول كنا شغلين تلات عمود جنب بعض. يبقى هنشتجل تلات عمود جنب بعض. تلات لفات. واول جبزة هاخد فيها عمود بتلات لفات. والجبزة اللي بعدها عمود بتلات لفات. الجبزة اللي بعدها عمود بتلات لفات. كده تلات عمود بتلات لفات جنب بعض. نروح نشوف تاني. ايه اللي بعد التلاتة عمود بتلات لفات جنب بعض? العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. هيقبني الجبزة اللي فيها خمسة عمود بتلات لفات. يبقى انا بعد كده الجبزة اللي عليها الدوب هشتجل فيها خمسة عمود بتلات لفات. اللي بعد كده التسعة عمود اللي ما بينهم جبزة. هنشتجل التسع عمود اللي ما بينهم جبزة. بعد كده هتلاقي عندك الجبزة اللي فيها خمسة عمود مع بعض. هنشتغلها بعد كده تلات عمدان جنب بعض. بعد كده اخر جبزة فيها تلات عمدان في نفس الجبزة. وده هننهي بيته. يبقى كل الفاصل هو الوسط. الفاصل ما بين النص ده والنص ده. نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها هنا هنشتغلها هنا بس تنازلي. هنا بنبدأ كده وبننتهي عند الفاصل. عند الفاصل في الجزء ده بنبدأ من النهاية اللي هي ديت لحد البداية. لحد ما ننتهي من الدور. هنكمل بنفس النمط لنهاية الدور الرابع ونرجع في الدور الخامس. انا كده وصلت لنهاية الدور الرابع. دلوقتي عشان نبتدي الدور الخامس في دور احنا هنقرره دايما في الفرد. انهي دور. هنقرر دايما دور وبز النص عمود في الفرد. يعني احنا امناه في الدور التالت. هتلاقيه في الخامس. بعد كده في السابع. في التاسع. في الاحداشر. طول ما انت شغاله هو بيتقرر في الدور الفردي. دلوقتي هنشوف دلوقتي هنشتغله ازاي? عشان بعد كده انت هتشتغل الدور الفردي لوحدك. بعد كده بترتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. ودولت كأنهم اول نص عمود معنا. لفع الابا من نفس العمود. هياخد تاني نص عمود. وتالت نص عمود. بالشكل ده اصبح هندي اول جبزة فيها تلاتة نص عمود. بعد كده لفع الابا. بعد كده العمدان هاخدها كلها نص عمود امامي. لفع الابا العمود التاني. لفع الابا العمود التالت. لفع الابا العمود الرابع. بالشكل ده ما فيش جديد خالص. نفس اللي عملناه في الدور التالت هو اللي هنعمله في الدور الخامس والسابع والتاسع. اللي هي في الاول تلاتة نص عمود وفي الاخرى في تلاتة نص عمود في نفس العمود. وبعد كده في كل عمود عمود امامي. في كل عمود باخد نص عمود امامي. بالشكل ده. طب لما اوصل لحد الوسط اللي هي هارف بتاع الوسط هشتغل اتنين نص عمود اتنين سلسلة اتنين نص عمود نفس اللي عملناه في الدور التالت. هنشتغل بنفس النمط ده لنهاية الدور الخامس ونرجع في الدور السادس. هنا كده خلصت الدور الخامس. اول حاجة هعملها ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلسل ودولت كاول عمود بتلات لفات في الدور السادس. لفة التانية التالتة. بعد كده في نفس المكان باخد العمود التاني. تلات لفات على الابعة. وباخد في نفس المكان العمود التالت. يبقى اول جبزة اخدنا فيها تلاتة عمود بتلات لفات. الخمس سلاسل اللي هي بمثابة عمود بتلات لفات. بعد كده في نفس المكان اخدنا التاني والتالت. لفة التانية التالتة. على الجبزة الجديدة هاخد عمود بتلات لفات. باخد من حلقتين. فحلقتين فحلقتين فحلقتين. تلات لفات على الابعة. العمود. في الجبزة اللي بعدها على طول التاني. هنبدأ نعد. يبقى التلات عمدان مش هنعدهم. هنعد العمدان اللي بعدهم على طول. اشتغلنا واحد. بعد التاني. تلات لفات. التالت. تلات لفات. الجبزة اللي بعدها بناخد العمودة الرابعة. ببينتسبش اي فاصل. تلات لفات على الابعة. وبناخد في الجبزة اللي بعدها العمودة الخامس. تلات لفات على الابعة. وبناخد في الجبزة اللي بعدها العمود السادس. تلات لفات على الابعة. وفي الجبزة اللي بعدها العمود السابع. كده انا وصلت شايفة تحت للعمود الاول. اخر حاجة انا اشتغلتها فوق العمود الاخير. العمود الاول من الخمسة اللي مع بعض. العمود الاول ده هنشتغل فوقيه. خمسة عمود بتلات لفات في نفس الجبزة. العمود الثالث في نفس المكان. العمود بابعة. العمود الخامس. الشكل ده بعد كده. تلات لفات على الابعة. الجبزة اللي بعدها على طول هاخد عمود. وده اول عمود في التسعة. بالشكل ده. تلات لفات على الابعة. التسعة دايما بنسيب ما بين العمود والعمود جبزة. هنسيب الجبزة اللي بعدها على طول. نروح اللي بعدها هنشتغل العمود. التاني. نبدأ نعد. تلات لفات على الابعة. وبسيب جبزة. بروح اللي بعدها باشتغل العمود التالت. وهكملهم تسعة ونرجع تاني. انا كده اشتغلت التسعة عمود. وما بين كل عمود عمود بنسيب جبزة. وصلنا لايه? لاخر عمود في الخمسة. تلات لفات على الابعة. وفوق العمود هناخد خمسة عمود. بالشكل ده. العمود الاول. في نفس المكان بناخد العمود التاني. في نفس المكان بناخد العمود التالت. في نفس المكان باخد العمود الابعة. في نفس المكان بناخد العمود الخمس. بعد كده تلات لفات على الابة كل عمود هشتجل فوقي عمود لحد الوسط. بالشكل ده. لو عدتهم هلاقيهم سبع عمود. التاني. الثالث. تلات لفات. وهنا اخد بابة. تلات لفات. الخامس. تلات لفات. والسادس. تلات لفات. السابع. كده انا وصلت للوسط. هشتجل تلات لفات ومن داخل الفراج هاخد اتنين عمود تلات لفات. العمود الاول. العمود التاني. اتنين سلسلة واحد اتنين. تلات لفات على الابة. وهاخد اتنين عمود من نفس الفراج. بالشكل ده. وكده احنا وصلنا للوسط. يعني كل اللي قبل الوسط هنشتجله تاني من ناحياتي. هنخلص الدوب السادس. وكمان هشتجل الدوب السابع اللي احنا اتفقنا. ان الادواب الفردية هتبقى كلها زي بعض. اللي هي الدوب التالت هو نفس الدوب الخامس هو نفس الدوب السابع. هو نفس الدوب التاسع. يبقى انا هخلص السادس واشتجل السابع اللي انت هتشتجلي لوحدك. لان خلاص بقى محفوظ الدوب التالت هو الخامس هو السابع هو التاسع هو الاحداش. فانت هتشتجلي الدوب السابع لوحدك وهنرجع في الدوب التامن عشان نشوف هنشتجله ازاي. انا كده خلصت الدور السابع. انا ارتفعت خمس سلاسل زي كل دور بنرتفعه لما بنجي نشترب بتلات لفات. ودولت بما سابت اول عمود معي بتلات لفات. تلات لفات على الابر وفي نفس العمود باخد العمود التاني. تلات لفات على الابر وفي نفس العمود. باخد العمود التالت. كده انا اشتغلت تلات عمود بتلات لفات في نفس الغبز. تلات لفات على الابر الجبزة اللي بعد كده هشتغل فيها عمود بتلات لفات. تلات لفات على الابر الجبزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود بتلات لفات. بعد كده تلات لفات على الابر بفوض جبزة واللي بعدها بشتغل عمود. وده الاول بعد ما فوضنا الربزة بعد كده التلات لفات على الابر بفروض ربزة واللي بعدها باخد عمود بتلات لفات وده تاني عمود تلات لفات على الابر بفروض ربزة اللي بعدها عمود بتلات لفات وده التالت تلات لفات على الابر بفروض ربزة اللي بعدها باخد عمود بتلات لفات وده بربع. يبقى اول حاجة عمناها في الضرب تلات عمدان بالارتفاع في اول جبزة. الجبزة التانية والتالتة اخدنا في كل واحدة عمود بتلات لفات. بعد كده بدأنا نسيب جبزة ونشتغل في آآ في جبزة. من اول ما بدأنا نسيب جبزة هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة. كده انا وصلت للخمس عمدان. بداية اول عمود في الخمسة عمود اللي مع بعض. وده هشتغل عليك خمسة عمود بتلات لفات. بالشكل ده. العمود الاول. العمود التاني. التالت. الابرابع. الخمس. كده انا عملت خمسة عمود بتلات لفات في نفس الجبزة. بعد كده تلات لفات. الجبزة اللي بعدها هشتغل فيها خمسة عمود بتلات لفات. الاول. تلات لفات وهياخد التاني. تلات لفات وهياخد العمود التالت. تلات لفات وهيشتغل العمود ابارة. تلات لفات وهيشتغل العمود الخامس. كده انا اشتغلت عشرة عمود جنب بعض. خمسة عمود في الجبزة الاولى وخمسة عمود في الجبزة التاني. اصبح عندي عشرة عمود. بعد كده تلات لفات على الابارة الجبزة اللي بعد كده على طول هاخد فيها عمود واحد. تلات لفات على الابار وسيب جبزة اروح اللي بعدها اشتغل العمود. وده التاني. يبقى اشتغلت اول واحد اللي جنب الخمسة عمود. بعد كده سبت جبزة اشتغلت واحد. وده التاني هكملهم تسعة ونبجع تاني. انا كده اشتغلت التسعة عمود ما بينهم سلسلة. بعد كده تلات لفات على الابارة. الجبزة اللي بعد كده على طول هاشتغل فيها خمسة عمود بتلات لفات. الاول. الثاني. الثالث. بابا. الخامس. بالشكل ده. بعد كده الجبزة اللي بعدها على طول هاشتغل فيها خمسة عمود بخامة بتلات لفات. يبقى الجبزتين اللي جنب ببعض دولت. الاولى اشتغلت فيها خمسة عمود. والتاني هاشتغل فيها خمسة عمود. هخلص الخمسة عمود وانها بجعتين. انا كده اشتغلت الخمسة عمود في الجبزة اللي جنب بها على طول. بعد كده تلات لفات على الابارة هفوت سلسلة. هفوت جبزة. اللي بعدها على طول هاخد فيها عمود. وهبدأ اعد ده اول عمود. تلات لفات على الابارة افوت الجبزة اللي بعدها هياخد التاني. تلات لفات على الابارة هفوت جبزة اللي بعدها هياخد الرابع. تلات لفات على الابارة هفوت جبزة وهاخد العمود الخامس. هيقابلني الفراج بتاع الوسط. هشتجل اتنين عمود بتلات لفات. العمود التاني. اتنين سلسلة. اتنين عمود. وده موصلنا للوسط. يبقى اللي اشتغلناه في الجانب الاول هنشتغل في الجانب التاني بس بالعكس. انا كده خلصت الدور التاسع وكمان ارتفعت خمسة سلسلة وضيبت الشغل وده كاول عمود معي في الدور العشر. تلف ثلاثات على الابره وفي نفس العمود باخد العمود الثاني. تلات لفات على الابره وفي نفس المكان باخد العمود التالت. دلوقتي بقى هقولك ازاي بعد كده حتى هيساعدك في انك تكبري الشيال ده. احنا هنعد الورز بتاعتنا شايفة الخمسة والخمسة. احنا هناخد اللي هو رقم خمسة من الخمسة الاولينين شايف احنا بنشتغل خمسة في ورزة وخمسة في ورزة. هناخد رقم خمسة ده ورقم واحد من الخمسة التانية. الاتنين اللي في الوسط يعني. دولة احنا عايزين نوصل لدور. كل دور هتلاقي نفسك عايزة توصل للدور. طب تعملي ايه? قبلهم هتلاقي في انك بتشتغل اربع عمود ما بينهم سلسلة. بقيت العمدان كلها جنب بعض. يبقى لو احنا عدينا كده العمود ده الاول التاني التالت اربع ما بينهم سلسلة. بعد كده العمدان دي كلها البقية اللي في الاول دي جنب بعض. هنشوف دلوقتي. يعني شايفها دولة تخلص كل دور هتشتغل لي تلات عمود في نفس الجبزة. تلات لفات على الابع. هشتغل العمود الاول. ما فيش بقى ما بسيبش ولا جبزة. العمود التاني. العمود الثالث. العمود الرابعة. العمود الخامس. العمود السادس. طبعا انا عديتهم قبل ما اصور. عشان اعرف انا هشتغل كام عمود جنب بعض. بعد كده تلات لفات على الابع هسيب جبزة وابروح للي بعدها اشتغل عمود. تلات لفات على الابع هسيب جبزة اللي بعدها اشتغل تاني عمود. تلات لفات على الابع هسيب جبزة. واشتغل في اللي بعدها تالت عمود. تلات لفات على الابع هسيب جبزة ابروح اللي بعدها رابعة عمود. اه وصلت للاتنين اللي في الوسط. تيب انت كل دور هتعدي بعد ما خلصت اشتغل التلاتة اللي في نفس الجبزة هتعدي الجبز بتاعتك. وتعمل حسابك في اللابع عمدان اللي ما بينهم سلسلة. شايفة يعني احنا لو عدناهم. هنلاقي في سلسلة آآ جبزة بنسبها. وادي عمود يبقى اتنين. ادي الجبزة التالتة. ادي بابعة. الخمسة. الستة. السبعة. التمنة. يعني تعمل حسابك في تمن جبز اللي انت هتعملي فيهم اللي باع عمود ما بينهم جبزة. واللي قبلهم كلهم جنب بعض بدون اي فواصل. بالشكل ده. مهما يكون عددهم بقى. يعني انت بتعد الجبز بتاعتك لحد ما توصلي للاتنين اللي في الوسط اللي هتعملي فيهم خمسة عمود وخمسة عمود. تلات لفات على الابعة. الجبزة اللي عليها الدوب هشتجل فيها خمسة عمود بتلات لفات. الاول وهكملهم خمسة. والجبزة اللي جنبها هشتجل فيهم خمسة هيبقى عندي في العمودين دولة عشرة عمود بتلات لفات ونبقى تاني. كده انا اشتجلت خمسة عمود في الجبزة الاولى وخمسة عمود في الجبزة التانية اللي هم العمودين بتوع الوسط. بعد كده دايما بعد ما هتشتغل العشرة عمود دولار هتشتغلي التسعة عمود. اول جبزة باخد فيها اول عمود. بعد كده تلات لفات على الابعو بسيب جبزة اللي بعدها باخد العمود التاني. تلات لفات على الابع بسيب جبزة اللي بعدها باخد العمود التالت. وهشتغل كده لحد ما اكملهم تسعة. لما هكملهم تسعة عمود هلاقي نفسي وصلت عند العمودين بتوع الوسط اللي ما بين الخمسة دول والخمسة دول. اللي هم دول. الخامس من رقم خمسة من الخمسة الاولينين وبقم واحد من الخمسة التانية. هم دولت بيقعوا ما بين في الوسط ما بين الخمسة والخمسة هم. العشر عمدان اللي على بعضهم دولت العمودين بتوع الوسط بتوعهم هلاقي نفسي التسعة خلصتهم هنا. يعني هنا بعد ما خلصت تسعة عمود هلاقي نفسي وصلت عند العمودين بتوع الوسط هشتغل هنا خمسة عمود وهنا خمسة عمود. ونرجع تاني. انا كده اشتغلت الخمسة عمود جنب الخمسة عمود. بعد كده. تلات لفات على الابا وهبدأ. عمود على طول في الجبزة اللي عليها الضرب. وتلات لفات وبسيب الجبزة اللي بعدها العمود التاني. تلات لفات على الابا وبسيب الجبزة وبروح اللي بعدها العمود الرابعة. بعد كده هيتبقن دي ستة ورز هاخد فيهم ستة عمود بتلات لفات جنب بعض. وانت بتكرر بقى شغلك هتعرفي ازاي العمدان العمدان اللي جنب بعض اللي قبل الوسط. شايف العمدان هنا? العدد اللي انت هتشتغليه هنا هو ده اللي هتشتغليه الناحية التانية. يعني هنا احنا بعد التلاتة عمود في الجبزة واحدة اشتغلنا كام عمود جنب بعض ستة عمود. دولة اللي هتشتغليهم قبل الوسط على طول. تعميلي فراجات. تعدي الجبز بتاعتك وتعميلي حسابك في ستة عمود قبل الوسط. جنب بعض. طيب لو انت بدأ هنا بعد التلاتة دولة لقيت عندك سبعة تمانية. يبقى قبل الوسط برضو تعميلي حسابك ان فيه نفس العدد هنا ونفس العدد بعد الوسط هنا. انا بقولك التكات بتاعة الاشياء لشان ما تقفيش في الوسط وما تقفيش تقرب ازاي. بالشكل ده لحد الوسط وفي الوسط طبعا احنا عرفنا خلاص احنا بنشتغل في الوسط ايه? اتنين عمود بتلات لفات. اتنين سلسلة اتنين عمود بتلات لفات. بعد كده الوسط هنشتغل فيه عمودين اتنين سلسلة عمودين. بعد الوسط هنشتغل نفس العدد ده. ستة عمود. هخلص الدور العاشر وكمان هشتغل اللي احداشر اللي هو عبارة عن نص عمود امامي. وبعد كده نبجع في الدور الاتناشر. انا كده خلصت الدور اللي احداشر. وبدأت الدور بخمسة سلسلة كاول عمود بتلات لفات في الدور. في الدور الاتناشر انا هشرح لك ازاي بعد كده انت هتكبري الشيال ده. يعني مثلا هنا اول حاجة في الدور بنبدأها بتلات عمود في نفس الورز. بعد كده بتحددي الاماكن اللي انت هتشتغل فيها العشرة عمود. شايفة هنا العمودين اللي في الوسط انا عايزة اشتغل في دولة خمسة هنا وخمسة هنا. اول حاجة بحط علامة. تحط علامة بشكل ده. ودي يتأول خمسة الجبز اللي بعدها على طول تاني خمسة. الجبز دي بقى هشتغلهم ازاي? هتعديها. هتقولي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر تلاتاشر وبعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. وصلت للعلامة. يبقى انا عندي تمنتاشر جبز. هشتغلهم ازاي? او مهما يكون عددهم بقى. هتعمل لي عملية حسابية بسيطة. تمنتاشر مائس تمانية. يساوي عشر. يبقى تمنتاشر نائس تمانية. التمانية دي. التمانية دي هتبقى سابتة معانا هنا. الربز اللي ما بينها اللي بنفوض ربزة وعمود. بنفوض ربزة وعمود. لو عدناهم هنلاقيهم تمانية. يبقى والعشرة اللي تلعو. الناتج بتاع المسألة اللي هما دولة. العشرة دولة هما دولات اللي هشتغلهم بدون فواصل. جنب بعض العطوب بعد التلاتة عمود. يبقى كده احنا عرفنا هنشتغل هنا كام. يبقى دلوقتي المقلوب مني بعد التلاتة عمود دولة هشتغل عشرة عمود. تلات لفات على الابرة. وفي الجرزة اللي عليها تدور على طول هشتغل اول عمود. تلات لفات على الابرة. العمود التاني. واللي بعدها العمود التالت وهكملهم عشرة عمود ونرجع تاني. انا كده كملتهم عشرة عمدان. يبقى بعد كده اللارباء عمود اللي ما بينهم ربزة. باخد تلات اللفات وبفوض ربزة التانية باشتغل عمود. وقلنا الارباء عمود دولت اللي ما بينهم ربزة دولت سبتين في كل دور. قبل الخمس عمود وخمس عمود هتشتغلهم. هفوض ربزة وهاخد العمود التاني. تلات لفات على الابقى. افوض ربزة وهاخد العمود. افوض ربزة واخد العمود. اربعة. كده انا وصلت للعلامة ومعنى العلامة ديت ان انا هشتغل مكانها خمسة عمود. وفي اللي وباها على طول خمسة عمود هيبقى عندي عشرة عمود في المنطقة دي. دلوقتي كان اهم حاجة ان انت تعرفي ازاي تحسيبي العمدان اللي في الاول. يبقى التمن جبز دولت سبتين في كل دور ان انت تحسيبيهم وتطرحيهم. يعني لو الدور اللي بقى دي كده احنا شجالين في الاتناشر. التلات عشر طبعا هيبقى فردي اللي هو عبارة عن نص عمود. طب اللي اربعة عشر هنعيد الجبز. افضي تلعوا عشرين. يبقى انت هتعمل عشرين ناقص تمانية سو اتناشر. يبقى في الاول هتعمل اتناشر عمود. طيب. بعد ما تشتغل الخمسة عمود والخمسة عمود دايما في تسعة عمود ما بين الخمستين دولت والخمستين دولت. في تسعة عمود ما بينهم سلسلة. بعد كده بتوصل لي هنا. شايفة? قبل الوسط. ادام بدأتي هنا عشر عمود. يبقى قبل الوسط على طول تعدي الوسط ده. اه شايف الوسط عندك اه? تعدي الورز بتاعتك. وتطبعيها ناقص عشر عمود. يعني العشر عمود اللي قبل الوسط دولت هتعمليهم زي اللي في الاول. لو في الاول ستة يبقى قبل الوسط ستة. لو في الاول اتناشر يبقى قبل الوسط ده اتناشر جنب بعض. زي هنا بالزبط هو قبل الوسط وبعد الوسط هتشتغلهم بنفس التدرج. كده يبقى احنا وضحنا كل خطوات اشيال ده. طيب لو انت طبحت العدد ده. وتلع هنا عشرة. وهنا العمدان اللي فضله هتسيبه برزة وتشتغلي عمود. وتسيبه برزة وتشتغلي عمود. لحد ما توصلي للعشرة هتشتغليهم جنب بعض. قبل الوسط. شايف الوسط اها? نفس العدد اللي هنت هتشتغليه بعد التلاتة عمود في الاول هو نفسه اللي هتشتغليه قبل الوسط هنا. هشتغل الدوب الاثناشر ونبقى عشان يشوف شكل اشيال ايه. انا كده خلصت الدور التلاتاشر اللي هو عبارة عن نص عمود. الدور اللي وربعتاشر زي ما قلنا هنا في الدور اللي هو بقم اتناشر شرحت لك ازاي تطلعي عدد الاعمدة اللي انت هتشتغليهما بين البداية وبين العشرة عمود اللي في الوسط. دلوقتي هقولك بقى اخر خطوات. وان شاء الله بعد كده مش هتطلع بقى ابدا. انت كده بدأت التلاتة عمود بتلات لفات في اول وابزة. بعد كده اول حاجة بتعمليها خالص بتروحي هنا على الخمسة عمود والخمسة عمود اللي جنب بعض. هتردي الاتنين اللي في الوسط. اللي هو الاخير من الخمسة دول والاول من الخمسة دول. وتحدديهم بالشكل دي. اه. حددناهم. فوق هنا نحط العلامة. اه. حددنا هنا بداية الخمسة عمود. يبقى اللي جنبها على طول هنعمل فيها خمسة عمود. خلص حددناهم كده نشوف الاعمدة بتاعتنا او الجبس بتاعتنا الباقي يقديه. اول حاجة هنبدأ نعد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتة اربعتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. واحد وعشرين اتنين وعشرين. يبقى انا عندي اتنين وعشرين وزي ما قلتلك بورقة او قلم او عندك الموبايل عليه اهل حزبة على طول تكتب الرقم اللي طلع. اتنين وعشرين ناقص التمانية السبتين اللي قلنا عليهم على طول هيبقوا قبل الخمسة هنا. التمن جرس دول. يساوي كام? يساوي اربعتاشر. يبقى احنا عايزين اربعتاشر عمود هنا جنب بعض. بدون اي فواصل. يبقى احنا المرة اللي فاتت في الدور الاتناشر اشتغلنا عشر عمود جنب بعض. المرة ده هنشتغل اربعتاشر عمود. والتمانية هنوزحهم نسب جرزة وعمود. نسب جرزة وعمود. لحد ما نوصل للعلامة هنشتغل خمس اعمدة وجنبها خمس اعمدة. اشتغلنا كده دايما ما بين الخمس اعمدة والخمس اعمدة اللي هم العشرة دولة اللي على بعض هيبقى عندنا تسع عمود ما بينهم ربزة. دولة سبتين. يبقى احنا عرفنا دايما البداية هنشتغلها ازاي? ودولة سبتين معنا نيجي هنا بقى. عشان لحد المنتصف احنا بننكرر الناحية دي تاني. نيجي هنا. ادام في البداية بدأتي بعد التلاتة دولة باربعتاشر عمود يبقى احنا هنعد هنا اربعتاشر عمود ونحط علامة. تعملي كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشبة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. اربعتاشر بتقومي حتى العلامة كده دي بداية اللي اربعتاشر عمود اللي انا هشتغلهم على بعض. اللي ما بين هنا بقى شايفة هنا في خمسة وخمسة طبعا احنا بناخد الاخير من الخمسة دي والاخير من الخمسة دي. نعرف بدايتهم كده بالشكل ده. ونحط هنا علامة هنا خمسة عمود. واللي جنبها خمسة عمود. بعد كده بنوزع بقى الجرز دي اللي ما بين العلامات دي. عمود جرزة عمود وجرزة لحد ما اوصل للعمود ده. يبقى هنا الربعتاشر زي البداية. يبقى اللي على بعض هتشتغل عمدان ما بين كل عمود والتاني جرزة. كده مش هتطلق بطي ابدا وهتوصل للشال. ولو في اي حاجة قبلتك ووقفت قدامك انا هبقى معاك وانت بتشتغليه خطوة بخطوة ولو اي حاجة ووقفت قدامك اكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هبضى عليك بازن الله. وبكده انكم وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة وده شكل النموذك بتاع الشال. طبعا شال في منتهى الجمال. وشايف رسمة التاج واضحة فيه جدا. زي ما قلت لكم ديات اسمها جرزة التاج الملكة. جميل جدا وفي منتهى الشياكة. وكمان لو عملتي بخيوط آآ الوان هتبقى احلى لكن انا اخترت اللون الابيض عشان يوضح في التصوير. اتمنى الشال يكون عجبك. لو عجبك اعملي لايك ومشاركة مع الاصدقاء. ولو جديدة معنا اشتركوا في القناة وفعالك بس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله.